السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عندنا من احد المواقع ورح نقوم بعملية التوريد والتركيب ورفع المكيفات بالنسبة لطبعا تكييف طبعا بالنسبة للتأسيس بالنسبة لمكاين البكيج يونيت باكينة البكيج يونيت مثل ما احنا بنعرف مثل ما شرحنا سابقا تحتاج الى انه انت تعرف مقاس ماكينة البكيج اللي بتكون موجودة معك وايضا تقوم بعمل طبعا تعليم حتى المقاول يقوم بعمل القاعدة مثل ما شايفينها هون وحيث يكون عندك طبعا رح يكون عندك سبلاي رح يكون عندنا موجود ان شاء الله وقت ويعني التوصيل رح نصور عندنا على طبعا هذه القناة هاي هون عندنا طبعا عملية القواعد ماكينة البكيج تحتاج الى قاعدة تمام وبتحتاج الى سبلاي كهربائي يعني انا بدكون عندي هون اللي هو القاعدة الموجودة بدكون عندي سبلاي كهربائي مكاين مثل ما احنا دائما منأكد انه ما بصير انتاء تحرك اللي هي القاعدة القاعدة هون موجودة بايب الغاز طالع عندي هون القاعدة بتكون مباشرة جنب قاعدة التكييف هاي بالنسبة للتأسيس وبيكون في عندي طبعا السبلاي اللي هو أيضا قريب من القاعدة تمام هاي بخصوص التأسيس سواء للبكيج يونت او للسبليت داكت او للسبليت يونت دائما القواعد ما بصير احنا نحركها يمين يسار او نقوم بعملية التجميع هاي من اهم الامور اللي دائما احنا منأكد عليها يعطيكم العافية